أطلقت مدرية الصحفي أسوان القافلة العلاجية بقرية الخبر التابعة لمركز دراو في أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتضمنت القافلة التي تستمر حتى الغد عشرة تخصصة طبية مختلفة ومعملا للطفيليات ومعملا للدم وتوفر القافلة نحو 130 نوعا من العلاج الذي يقدم مجانا للمواطنين نحن النهاردة في قرية الخبر التابعة لمركز دراو بنفس القافلة الطبية على مدار يومين فكرة القافلة الطبية هي عبارة عن مستشفى ميداني متنقل بنحاول نوصل الخدمة لأهلنا والناسنا في المكان اللي هم متواجدين فيه القافلة بتضم عشر تخصصات طبية مختلفة بتضم صيدلية فيها أكثر 130 صنف بالمجان عندنا خدمة الأشعة العادية، عندنا خدمة الأشعة التلفزيونية عندنا معمل التفايلات، عندنا معمل الدم بيتوجه المواطن الحصول على خدمة الطبية المطلوبة بيقوم بتوقيع الكشف الطبية على الدكتور الأخصائي أو الاستشاري في كل تخصص لو محتاج علاج دوائي أو أشعة بيعملها عندنا في القافلة بالمجان لو محتاج تدخل سنوي أو رعاية سنوية بنوجهه الآرب مستشفى تابعة الموديد شونس حياء محافظة أسوان ومستقبله بقى الإجراءات للحصول على خدمة الطبية كاملة متكملة سواء تدخل جراحي أو أشعة مقطعية أو المغناطيسي أو سواء للحصول على علاج الشهر للأمراض المزمنة زي ما أنا لحضراتكم من قافلة الطبية المجانية بتنظمها وزارة الصحة في زر مبادرة سيد الرئيس حياة كريمة للوصول بالخدمة الطبية لأهلنا والناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجة